السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس هبة الله الصف السادس الأساسي الطاقة المتجددة من الوحدة الثالثة عشرة نص القراءة أهمية الطاقة الشمسية الآن يا سادس سنبدأ بشرح هذا الدرس نوع النص الذي أمامنا مقالة أدبية علمية يعني معلومات علمية لكن مصاغة بصيغة أدبية نص القراءة نبدأ الآن بقراءة الفقرة الأولى أصبحت الشمس مظرا مهما للطاقة النظيفة التي تستخدم لتسخين الماء كما هي الحال في السخنات الشمسية التي تعمل على تسخين الماء لتزويد المنازل بالماء الساخن وتدفئة المنازل والمزارع والمصانع وغير ذلك الآن سادس فكرة الفقرة الأولى أي تتحدث الفقرة الأولى من عند أصبحت لعند ذلك التعريف بالطاقة وكيفية تستخدامها الآن النص بتحدث عن الطاقة الشمسية كيف نستخدمها كيف يمكن يعني توظيف الطاقة الشمسية في حياتنا اليومية ترجمة نانسي قنقر